اه طفولتك شيء يشير الى انك في يوم من الايام هتشتغل في الفن؟ اه طبعاً ايه؟ اه كنت باجزب كتير بايه؟ بتجزب؟ اه بتجزب؟ اه اديني مثل لما تجزب دي قدرة على التمثيل يعني انا دلوقتي ما بحبش الأستاذ مفين اه بس بقولك انا بحبك شايف طلع ازاي؟ هتصدقه انت ايوا ايوا في حياتهم الكذب فانت وانت طفل كنت تحكي عجاوة للأهلك ويصدقوك ويصدقوني في عزية ان انا لما ابتديت اعي شوية ان انا ممكن فيهم امثل ما هو التمثيل ايه انت بتطلع من شخصيتك وبتدخل شخصية تانية انا رأيي كذب اه ما تقوليش بقى ده اندماج صحيح ولازم تتدامج لا 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 الكلام الاكاديمي ده مسألة ابسط من كده بكتير مع ان انا اكاديمي ودرست في معد التمثيل نعم عشان كده بتسألك ايوة بس الان الحكاية مش كده الحكاية في كتاب لواحد اسمه قوستانتين ستانسلافسكي اه طبعا ده كتاب في 3000 صفحة نعم كل فحواه ان التمثيل هو قلة تمثل اه انك تبقى طبيعي كده بس كده يعني اه بس هي الحكاية مش معايا انا كده هل قريبت اللعبة في طفورتك اللعبة اللي هي اللعبة اللي اه يعني انت وانت طفل اه جابوا لك لعبة اللي قبت بيها يعني انا بحاول اه اه يعني اعمل كده ضوء على طفورتك اه اللي انا بسميها المشتل اللي بيطلع منه الإنسان ايوة يعني انا مثلا عمري ما قابت بلعبة اه في حياتي ايوة كنت بالعبالي ملعبتش مكنش في قدرة مادية ان اجيب لعبة فيما بعد عواط ده بنتي زاسيم 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 نفس العكاية لا انا 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 اعجبني انا اعجبني بس زاسيم زاسيم زيك اه انا اعجبت اربع سنين مستني عجلة عجلة وبنجح عشان العجلة وبقى عندي اخلاق وزوق عشان العجلة ومجاتش اربع سنين مستني العجلة مستني العجلة يا سلام ومجاتش كتبنزل اقجر عجلة ابتديت تأجر العجلة اقجر خلاص ما هو بقى بتاعتك مش جاية اه الاب خلاص مش قادر اه فتأجر اقجر بقى اه وتحقق الامل ده بالاجر 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 بالتأجير انت منطقة وسطة طلعت اه والدك كان بيشتغل ايه والدي كان بيشتغل في الاشغال العسكرية المنطقة الشمالية العسكرية اللي عندنا اه لفي مصطفى كامل اه كان هو بيشتغل فيها وبياخدني معاه وانا صغير كان مقاول في الاشغال العسكرية بمعنى وزير الدفاع جاي اسكندرية اه شخصية مهمة جاي اسكندرية هو اللي بيوضب المكان از كان محتاج دهانات محتاج حاجة تتثبت دي كانت شغلته دي اسمها الاشغال العسكرية في الاشغال الالدك كان تشتغل في امان خالص اه انت اه انت نيلت قصط من التعليم اه 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 ايه ثم دخلت المعهد بعد السنوية العام بعد السنوية العام اه اه دخلت معه التمسيق دخلت معه اه كان مين اهم اتذاتك انت بتحترم ولا تزال علاقتك بيه او على الاقل تكننه الاهترام الادبي والفني طبعا الاستجدال الشرقاوي جدال الشرقاوي اه من من اللي عايشين من اللي على طايد الحياة نعم ولكن انا علاقت الحميمة اوي اه كانت بالاستاذ عبد الرحيم الزرقاني اه يا السلام شوف هذا الرجل غريبة اوي اه اه ده كان بسيط اوي وكان متنبئ لي بحاجة وكان ممثل احيانا اه طبعا اه كان يقول لي انت مش هتبقى بقى ممثل مش تبقى عطويل في التمثيل انت هتبقى تاجر وترزي تاجر وترزي اه ليه اقول لي وعنة ايه تاجر وترزي قال ليعنة القطاع الخاص هيلها فك والاه والتمثيل الكوميدي هيلها فك مش هتبقى عطويل بتاع المسرح القومي توقف في تعمل كلاسيكيات لأ انت هتبقى تاجر وترزي وكان انما وجهة نظر غريبة اوي طبعا من واحد زى عبد الرحيم الزرقاني ومشن. انه يعتقد انه لما القطاع الخاص يلهافك والضحك يغدك يبقى أنت معنا كده أن ده تاجر وترزي وهل تحقق هذا تماما؟ تحقق تماما يعني ما وقفتش عطويل خالص ولا أحب أن أنا أقف عطويل أنا تاجر وترزي تعرضت في حياتك للعقاب وأنت طفل كتير كان إيه شكل للعقاب؟ حزام حزام القب تضرب الحزام؟ بالحزام وساعة التوكة بقى تيجي في دماغك كمان وأنت عارف حزامة زمان التوكة التوكة تلاقي راجل ماشي بها نزلة تحت مش زي دلوقتي التوك صغير توك مهزبة دلوقتي لأ زمان التوكة فأنت كنت تضرب بالحزام؟ بالزبط ليه؟ على إيه طلعت؟ على الحاجات الرئيسية اللي هي؟ إنك بتشرب سجاير في يوم هو أنت تشرب السجاير وأنت عندك كم سنة؟ وأنا في تاني أعدالي أنت قد صغير قوي آه وصلت الكام للإيه؟ بتكون قالية دايماً كده؟ من السجاير من أطالع من عملية قلب عشان السجاير عشان السجاير؟ أيوة؟ وصلت الكام سجارة في اليوم؟ وصلت لثلاث علب ونص عفوا أنا معرفش القلبة فيها كام واحدة؟ عشرين عشرين؟ يعني بتشرب في اليوم أكتر من ستين سجارة؟ أكتر من ستين سجارة والقلب كان صامد وساكت وما بيقولش حاجة ما بيشكيش؟ ما بيشكيش وفجأة شكى؟ لما فات بيتكيل شكى النفس راح وبالمناسبة نفسي أقول لكل الناس يا ريت أنا دلوقتي ما بطيقش راحلتها إيه نفسي كل الناس اللي بتدخن يقعد يدعي كده يعني أنا والدي وصل لمرحلة إنه بقى يدوس على السجارة بالشبشم آه كراهياتا واحتقارا عشان يقول لو دي نعمة تزول من قدام لو نعمة تزول واحد صديق لي شفته قريب يبدو إنه اعتدي على عربيته وكسروها قال لي أنا أستاذ مفيد مش هممني أي حاجة من اللي اعتدوا عليه وخدوه شل حده خدو كفيته كل حاجة خدوها لكن إيه اللي حرق دمي إنه خدوا السجارة الإلكترونية آه التي تتاع في ألمانيا إن الناس تحطها في البق فغالبا ما بتبقى عادة نفسية لإذا ترجمة نانسي قنقر